بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائنا وبناتنا طالبات وطالبات الشهادة الابتدائية ومعادنا النهاردة وليلة الامتحان ومادة العلوم قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة أحب أن احنا أنبع على أولادنا الطلبة بعض التعليمات اللي بتساعدنا إن شاء الله في مادة العلوم بكرة طبعا هتذاكر المادة وتراجع انت رجعت وخلصت ولمراجعة النهاردة هتبقى مراجعة سريعة كده تشوف حلقتنا النهاردة هتتعشى وبعدين تبدأ تذاكر شوية كده المادة تراجع المصطلحات والتعليلات والحاجات الموجودة عندنا رقم اتنين حاول تنم بدري عشان تصحى بدري بلاش تصهر لأن زي ما عرفنا أن الصهر بيأثر على فترات النوم وبالتالي بيأمكن يسبب لك مشكلة بكرة في التركيز في الامتحان بنبدأ عندنا طبعا في اللجنة بنطلع نحضر ونقعد في مكاننا اللي موجود عندنا على المكان المخصص لك اللي انت بقى لك فترة بتمتحن عليه وعرف رقم جلوسك بنبدأ نستلم ورقة الأسئلة بتبقى ورقة الأسئلة بالشكل زي الورقة اللي موجودة عندي بهذا الشكل ببدأ أول ما أخذ الورقة طبعا أبص على الورقة بتاعتي وأشوف عندنا بالنسبة لي الورقة أتأكد أن الورقة بتاعتي هل الأسئلة طبعا الأسئلة الورقة بتبقى جاية جزئين اتنين أتأكد أن الورقة هل في أسئلة في ظهر الأسئلة ولا لا يبقى اول حاجة عندك كده تمسك الورقة بتقلبها وتشوف الاسئلة فانهي صفحة في صفحتين بس ولا في ثلاث صفحات ولا هتبقى ورقة الاسئلة وش وضهر بعد ما بتعمل الكلام ده اول حاجة عندنا بلاقي فيه بيانات موجودة عندي على الجنب كده اللي موجود فيها اسم التلميذ واسم المدرسة ورقم الجلوس فلو بصينا كده هنحاول نعدل الحاجة يبقى اول حاجة عندك بتبدأ تعملها ان انت بتسجل بياناتك اللي موجودة عندك اسم التلميذ وهكتكتب الاسم بتاعي مثلا يعني عادل محمد اسم المدرسة وليكن اي مدرسة بكتب اسم المدرسة رقم الجلوس 22356 المادة علوم طبعا بيبقى فيه مستطيل هنا ده بيكتب فيه الرقم السر بتبعد عنه خالص بعد ما بخلص الجزء ده عندنا الجزء ده هيتم قطعه فيه الكنترول او في لاجنة النظام والمرأبة لو الورقة بتاعتك هتبقى وش بس والجزء اللي هو رفاضي وانا عايز سؤال علل اكتب اجابته فيه لان ورقة الاسئلة هي نفس ورقة الاجابة الجزء اللي في البيانات بتاعتي ببدأ اعمل ايه بقى كده بالشكل ده كده وبالمصطرة وبحاول اتني الجزء اللي موجود عندي يبقى البيانات الجزء اللي موجود فيها بتني الجزء ده بالشكل ده ليه لان الجزء ده هيتم قطعه فيه الكنترول وبعدين أقلب الورقة وأي إجابة ما تعديش الخط لنا الفاصل اللي موجودة عندي هنا لأن الجزء ده هيتم قطعه فلما يتقطع طبعا لو أنا كاتب أي إجابة مش هتحسب يعني الإجابة هتبقى بتاعتي نقصة فهنا بنتني الجزء ده عشان نبعد عنه خالص واحسسسج الإجابة بكتب بقى إذا كان السؤال الأول جيم واحد أو مثلا رقم جيم ثلاثة به واقوله رقم واحد والتعليل بتاعي وحاول أسيب جزء ورقة لأن المصححين هيبدأوا يحطوا دراجات الأسئلة بتاعتك على ظهر الورقة في الجزء الفاضي فما تملاش الورقة وتعمل مشكلة في عملية التصريح رقم اتنين الخط بتاعنا طبعا يكون خطه صغير مش عايزين الخط الكبير اللي قوي اللي بيملى الورقة لأن زي ما قلنا ورقة الأسئلة هي ورقة اللي جابة وبالتالي لو كبرت الخط مش هتلاقي مكان تكتب فيه وبرضه ما تصغرش الخط قوي تقول لي يعني خط لأ ما همش هجيب عدسة ويدور على الأسئلة رقم اتنين بعد ما سجل بياناتي ورقم الجلوس بخطه واضح والحروق الأرقام بتاعتي يكون قريبة من بعضها مش بعيدة قوي ولا لازق بعضها قوي رقم اتنين بتبدأ تمسك الورقة تقرأ الورقة سؤال سؤال كده بتاخد فكرة عامة عن الامتحان بعد كده بتبدأ تاخد السؤال الأول ونبدأ مع بعض ونشوف السؤال الأول معانا وغالبا بيبقى أكمل العبارات التالية أول سؤال عندنا من أمثلة المواد جيدة التوصيل الحراري عندنا عايز مثالين اتنين فبقول له النحاس والألمونيوم دول مواد جيدة التوصيل للحرارة يستخدم الترمومتر المأوي في قياس درجة حرارة نقط بينما يستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة نقط ما تستعجلش وتقول يستخدم وتقوم مجاوب على طول لا. قرأة السؤال لغاية ملاقي في الاخر خالص نقطة الفلسطوب اللي هي النقطة اللي موجودة في اخر السؤال. لازم تقرأ السؤال لغاية ما توصل للنقطة. بعد كده فكر في السؤال. طب افرد السؤال ده انا معرفتش اجابته. بالقلم الرصاص كده وحط عليه دايرة او حط على عامة اكس. وتنقل للسؤال اللي بعده ليه? ما تقعدش تفكر في السؤال اللي انت مش عارف اجابته لان وقتك هيضيع. فسيب الوقت وانقل الحل على السؤال اللي بعد كده لما تخلص خالص ارجع للسؤال فكر فيه هيبقى معاك وقت طويل ان شاء الله. وفي الاخر هتفتكر الاجابة. الترمومتر المقوى عندنا بيستخدم في قياس درجة حرارة السوائل بينما يستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة جسم الانسان. تقاس الكتلة بوحدة نقط او نقط بينما يقاس الوزن بوحدة نقط. ومعنا اتصال مصطفى من الجيزة. السلام عليكم. ايه يا مصطفى. ازاك يا مصطفى. ازاك يا حبيبي. الحمد لله. ايه اخبارك ايه امتحان كنت وانت في الجيزة? ايه يوم يوم اشريك. ايش ان شاء الله اه هتجاوب السؤال معنا? او ان شاء الله. طيب سؤالنا بقى عشان زمالك بتوهم وحافظ القاهرة عندهم الامتحان بكرة فالسؤال بيقول اكمل تقاس الكتلة بوحدة? الجرام والكيلو جرام. يبقى الجرام او الكيلو جرام بينما يقاس الوزن بوحدة. امال انا امتى استخدم عندي الميزان? اه الميزان. طبعا عندي طالما السؤال فيه كلمة وحدة يبقى هنا ده زي ما قلنا ده الباسورد بتاعي اللي انا بكتب فيه الوحدة للكتلة او. والميزان زوجة الفتاة اللي في الكتلة. اه لو قال لي يستخدم ايه لقياس ايه? انما طالما قال لي وحدة يبقى هنا عايز وحدة القياس اللي هي في الكتلة جرام او كيلو جرام وفي الوزن اني يتي. ماشي يا مصطفى? طبعا عن فعجابك سؤال تاني? اه عندنا كامل السؤال التاني. وزن الجسم يعين باستخدام نقط بينما تعين كتلته بواسطة نقط. ها? يبقى الوزن هنا انا عايز منك هنا ايه بقى في السؤال هنا? عايز الاداء اللي هاعين بها الوزن. فوزن الجسم بيعين باستخدام مين? النيوتن? لا هنا انا عايز الميزان يبقى الميزان مين? انا قلت كلمة نيوتن او جرام او كيلو جرام ما يتكتبش يا مصطفى الا لما يعي كلمة وحدة قياس. ماشي? بينما تعين كتلات بواسطة? الميزان زوجة الفتاة. الميزان زوجة الفتاة او الميزان الرقمي او الميزان او الميزان زوكافة واحدة بمؤشر او الميزان الحساس شكرا يا مصطفى نشكرك يا حبيبي ينتج غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو الصيغة بتاعته سي او تو من نقط ونقط عندي مصدرين لغاز ثاني اكسيد الكربون اول حاجة عندنا تنفس المخلوقات الحية والمصدر التاني عندنا هو احتراق المواد العضوية دول مصدرين من مصادر غاز ثاني اكسيد الكربون ينحل يعني يتفكك فوق اكسيد الهايدروجين في وجود نقط الى نقط وماء يبقى فوق اكسيد الهايدروجين بينحل او يتفكك في وجود مسحوق ثاني اكسيد المانجانيز اللي قلنا بيعمل كعامل مساعد الى اكسوجين وماء ودي طريق تحضير غاز الاكسوجين في المعمل ويجمع الاكسوجين بازاحة الماء الى اسفل لانه شحيح الزوبان يتركب الجهاز العصبي في جسمك من نقط ونقط الجهاز العصبي عندنا بيتكون من جهازين اتنين جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي والجهاز العصبي المركزي طبعا هو عبارة عن المخ والحبل الشوكي يمتد من جسم الخلية العصبية نقط بينما ينتهي محورها بنقط جسم الخلية بيمتد منه او بيخرج منه تفرعات تسمى تفرعات شجيرية اما محور الخلية بينتهي بيه تفرعات انتهائية او تفرعات منتهية المادة الرمادية في المخ طبعا هتبقى موجودة فين في النصفين الكرويين تكون بيكون لونها ايه رمادية وهنا طبعا بيكون خارجية المادة الرمادية في المخ بيكون خارجية بينما تكون داخلية في الحبل الشوكي وانا بيكون موجودة على شكل حرف اتش في الحبل الشوكي يبقى الزئبك سائلا بين درجتين حرارة نقط ونقط سيليزية الزئبك قلنا بيبقى سائلا بين درجة حرارة سالب 39 وقلنا سالب يعني ناقص 39 يعني 39 درجة تحت الصفر و 357 درجة سليزية ولذلك قلنا بيعطي الزئبك مدى واسع لقياس درجة الحرارة معنا عبد الرحمن من كفر الشيخ وسؤالنا بيقول يبلغ عدد الأعصاب المخية نقط بينما يبلغ عدد الأعصاب الشوكية نقط أهلا يا عبد الرحمن أهلا بك يا مرحب ازيك يا حبيبة أخبارك إيه؟ الحمد لله طيب هتجاوب معنا السؤال ده؟ أه طيب إيه الإجابة المحتملة هنا يا عبد الرحمن؟ يبلغ عدد الأعصاب المخية آه تبقى اتناشر اتناشر؟ أه ها والأعصاب الشوكية؟ واحد وثلاثين هتديك نص الدرجة يا عبد الرحمن إيه رأيك؟ ماش طيب بص ليه بقى يا عبد الرحمن انت خدت نص الدرجة؟ عدد الأعصاب المخية قلنا كام يا عبد الرحمن؟ عدد الأعصاب المخية آه اتناشر زوج يا عبد الرحمن هل اتناشر زوج بتسوي اتناشر؟ عيب بقى اتناشر في اتناشر شوفت بقى يبقى انت هنا لو انت قلت اتناشر وسكتت أصبح الإجابة غلط لازم أقول اتناشر زوج طيب أنا مش عايز أقول كلمة زوج يا عبد الرحمن يبقى أقول له كم عصب؟ عربعة وعشرين عصب هضرب الاتناشر في كم؟ باربعة وعشرين هضرب الاتناشر في اتنين عشان كلمة زوج يبقى اربعة وعشرين عصب بينما طب لو عايز اقول بقى العصاب الشوكية اه تبقى اضرب واحد وثلاثين في اتنين يبقى كام عندك اتنين وستين عصب يا اما اضيف كلمة زوج الى العدب ماشي عبد الرحمن شفت كلمة صغيرة اهي ضيعت مننا درجة السؤال يبقى عدد العصاب المخية كام يا عبد الرحمن اه عدد العصاب المخية تبقى اتناشر زوج اتناشر زوج وعدد العصاب الشوكية واحد وثلاثين واحد وثلاثين زوجي عبد الرحمن ما نساش طب عدد الأعصاب اللي موجودة في جسم كلهم هتبقى اتنشار في اتنين باربعة وعشرين دول اللي موجودين في جسم كله هجمع بقى الأعصاب المخية والشوكية مع بعض هتبقى كام؟ تلاتة واربعين زوج تلاتة واربعين زوجي عبد الرحمن أو ستة وتمانين عصب شكرا يا عبد الرحمن بنشكرك يا حبيب يجمع غاز الأكسوجين بإزاحة نقط لأسفل بينما يجمع غاز ساني أكسيد الكربون بإزاحة نقط غاز الأكسوجين بنجمعه بإزاحة الماء لأسفل وقلنا ليه لأنه شحيح الزوبان في الماء أما غاز ساني أكسيد الكربون اللي هو CO2 يجمع بإزاحة الهواء لأعلى وقلنا السبب لأنه أسكل من الهواء تتركب الخلية العصبية من نقط ونقط الخلية العصبية عند جزئين اتنين اول جزء بنقول عليه جسم الخلية والجزء التاني بنسميه محور الخلية العصبية وقلنا الخلية العصبية هي وحدة بناء الجهاز العصبي من أنواع العضلات الموجودة عندنا في جسمنا نوعين اتنين من العضلات عضلات إرادية وعضلات لا إرادية يتركب المخ من نقط والمخيخ ونقط يبقى المخ عندي سلاس مكونات بيتكون من النصفين الكرويين والمخيخ والنخيع المستطيل دول التلاث مكونات بتوع المخ تقسم المفاصل الموجودة في جسمك مفاصل عديمة الحركة والنوع التالت عندنا مفاصل واسعة الحركة يتركب الهيكل المحوري من نقط ونقط ونقط الهيكل المحوري عندنا طبعا سلاس مكونات هي الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري يبقى سلاس مكونات بيتكون منهم الهيكل المحوري جمجمة عمود فقري القفص الصدري السؤال الأول خلص ننتقل إلى السؤال الثاني بعنوان وتقرأ السؤال ده مهم جدا ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام ما يناسب كل عبارة والسؤال خلص بعض الأسئلة ممكن تلاقي أو بعض المحافظات ممكن يجيلك الامتحان مع تصويب الخطأ يبقى فيه جزء كده أو جملة في النهاية هنا هتضطر أن تتخذ الإجراء الثاني أن كل جملة غلط هتبدأ تصويب الخطأ اللي موجود فيها فهنا لازم أقرأ السؤال الآخر وإلا نص الدرجة طارت مني أول نقطة عندنا وزن أي جسم على سطح القمر يساوي ستة أمثال وزنه على سطح الأرض الوزن على القمر قد وزن على الأرض ستة مرات ستة أمثال يعني ستة مرات أو ستة أضعاف طبعا العبارة غير صحيحة هو العكس الوزن على الأرض هو اللي بيساوي ستة أمثال الوزن على القمر وخلي بالي الوزن غير الكتلة لأنه قلنا الكتلة سابتة لا تتغير من مكان إلى آخر يشترط لانتقال الحرارة من جسم الآخر وجود فرق في درجة الحرارة أو وجود اختلاف في درجات الحرارة طبعا العبارة صحيحة لأنه قلنا بتنتقل الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة السلج الجاف هو ثاني أكسيد الكربون الصلب طبعا العبارة صحيحة وأنه بنحصل عليه من خلال الضغط والتبريد يتحول إلى سائل ويخفف الضغط فيتحول إلى سلج جاف صح وخطأ يتحكم النخاع المستطيل في العمليات اللا إرادية بجسمك العبارة صحيحة عدد الأعصاب الموجودة بجسمك 43 عصب زي ما لسه بنقول لعبد الرحمن ابننا هي 43 بس 43 زوج وليست 43 عصب يبقى العبارة غير صحيحة لو قالي مع التصويب هقول 43 زوج أو ممكن أشيل 43 وهضربها في 2 يبقى لتين في 3 بستة لتين في 4 بتمانية يبقى 86 عصب ترتبط العضلات بالعزام بواسطة المفاصل إحنا اتفقنا مع بعض وقلنا المفاصل عبارة عن عضمتين بيتقابلوا مع بعض ومال الأوطار عبارة عن عضلات مع عزام يبقى إذن العبارة خطأ أقول ترتبط العضلات بالعزام بواسطة الأوطار كتلة الجسم سابتة لا تتغير بتغير المكان طبعا العبارة صحيحة النيوتن يساوي وزن جسم كتلته 1000 جرام تقريبا العبارة غير صحيحة النيوتن يساوي وزن جسم كتلته 100 جرام تسبت بكتيريا العقد الجزرية في النباتات البوكولية أكسوجين الهواء الجوي العبارة غير صحيحة هي تسبت نايتروجين الهواء الجوي وهنا السبب ليه لأن النباتات البوكولية بتقوم بصنع المواد البروتينية التي تتكون منها أنسجة وخلايا جسم الكائن الحي يبقى هنا هي بتسبت النيوتروجين وتدي للنباتات البوكولية تصنع منه المواد البروتينية التي تستخدم في تركيب أنسجة الكائنات الحية عشان كده بنقول غاز النيوتروجين بيدخل في تركيب أنسجة الكائنات الحية يدرج الترموتر الطبي من 35 إلى 100 درجة مقوية العبارة غير صحيحة هقوله بيدرج من 35 إلى 42 درجة مقوية مفصل الرجبة مفصل واسع الحركة العبارة غير صحيحة مفصل الرجبة عندي محدود الحركة يا إما أشيل الرجبة وقول مفصل الكتف يبقى هنا في عندي إجابتين في السؤال ممكن تبقى صح هشيل واسع وأقول محدودة أو أشيل الرجبة وحط بدلها الكتف عند ثانية الزراعة لما تيجي تتني دراعك كده تنقبض العضلة الأمامية بصها اتني دراعك إيه المشكلة العضلة دي بتنقبض ويضي تنبص يبقى العبارة صحيحة صح كده يبقى هنا حتى لما يجي يقول لك مفصل شوف المفصل عندك بيتحرك في اتجاه واحد ولا في أكثر من اتجاه وابدأ جاوب عن الأسئلة الموجودة عندنا تحافظ النباتات الخضراء على ثبات نسبة غاز ساني أوبسيد الكربون في الغلاف الجوي طبعا النباتات الخضراء مش بتحافظ على ثبات نسبة غاز ساني أوبسيد الكربون ولكنها تحافظ على ثبات نسبة الأكسوجين من خلال قيامها بعملية البناء الضوء يحتوي الترمومتر الطبي على اختناق أسفل مستودع الزئبك طبعا ابننا اللي بيقرأ بسرعة أو بنتنا اللي بيقرأ السؤال بسرعة يوجد بالترمومتر الطبي اختناق هيقول لك صح بص هنا الاختناق موجود فين أسفل مستودع الزئبك طبعا العبارة هنا غير صحيحة لأن الاختناق بيوجد أعلى مستودع الزئبك السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين وزن شخص على سطح الأرض يكون نقط وزنه في طائرة محلقة أقل من مساوي لي أكبر من تعال هنا ونشوف السؤال عندنا بيقول لي وزن جسم على سطح الأرض بيكون ايه بالنسبة لوزنه في طائرة محلقة طبعا هنا احنا على الكرة الأرضية أو على كوكب الأرض العامل اللي بيتحكم في الوزن عنده هنا الشخص هو نفسه هيبه فوق وهيبه تحت يبقى الكتلة بتاعته سفدة ايه اللي هيتحكم هنا عندنا مقدار البعد عن مركز الأرض احنا قلنا كل ما بنبعد الجاذبية بتقل والوزن بيقل كل ما بقرب الجاذبية بتزيد والوزن بيزيد يبقى أنا بعمل أقرب الجاذبية تزيد ووزن يزيد عليها فهنا وزني على الأرض هيكون ايه بالنسبة لوزن فوق يبقى أنا تحت وطالع لفوق كل ما بنطلع الوزن بيقل يبقى معنى كده ان وزن فوق هيكون أكبر من وزنه في طائرة محلقة ليه لأن هنا قلنا الوزن بيتأثر بمجدار البعد عن سطح عن مركز الأرض من المواد رضيئة التوصيل للحرارة النحاس الألمونيوم الصوف طبعا عندنا الصوف وعشان كده احنا بنرتدي ملابس صوفية سقيلة في فصل الشتاء بداية تدريج الترمومتر الطبي هي نوعة درجة مقوية أو درجة سليزية 53, 37, 35, 42 طبعا الدرجة السليمة هي 35 درجة مقوية ماء الجير الرائق هو الاسم العلمي بتاعه هيدروكسيد السوديوم كربونات كالسيوم هيدروكسيد الكالسيوم ماء الجير الرائق بنقول عليه هيدروكسيد الكالسيوم أما لما بيتعكر بنقول عليه كربونات الكالسيوم يبلغ عدد الأعصاب المخية نقط زوج طبعا عندنا عدد الأعصاب المخية 12 زوج من الأعصاب وقلنا مخية لأنها تخرج من المخ تتصل ضلوع القفص الصدري من الأمام بعزمة القفص ولا المقص ولا القص طبعا هي عزمة القص وقلنا 10 أزواج من الدلوع هي التي تتصل بهذه العزمة يبقى عندي زوجين 2 من الدلوع لا تتصل بعزمة القص تظهر المادة الرمادية بالحبل الشوكي على شكل حرف طبعا عندنا حرف H تسمى التفرعات التي تخرج من جسم الخلية العصبية اللي طالع من الجسم بنقول عليها تفرعات شجيرية تقسم المفاصل الموجودة بجسمك إلى نقط أنواع 3 5 4 عندي 3 أنواع عديمة محدودة واسعة جسم على سطح القمر كتلته 60 كيلو جرام فيكون وزنه كام عندنا الجسم ده عندنا كتلته 60 كيلو جرام طب الوزن بتاعه هيكون على الأرض قد إيه تعالوا بينا ما نشوف احنا قلنا الكتلة سابتة كتلتة على القمر هي كتلتة على الأرض الداني الكتلة وعايز الوزن عندنا القانون بتاعنا والراكز أوه في القانون ونشوفه كده مع بعض بالنسبة ليه القانون خد القانون بالشكل ده هنا هنقول الوزن بالنيوتن بيساوي الكتلة بس شرط عندك ناقوم بالكيلو جرام بضربها في كام في عشر هنا هاخد علامة على وهنا هاخد فيه أنا عايز ايه هنا دلوقتي أنا عايز الوزن على الأرض يبقى خب الوزن بتاعي بالشكل ده يبقى الوزن بيساوي الكتلة هضربها في عشرة كتلتي كام 60 في عشرة يبقى معنا كده ان عندنا لو عايز الوزن على الأرض هيبقى كام 600 طيب لو انا عايز الوزن على القمر ده اول قانون عندنا بص القانون التاني عندنا هناخده بالشكل التاني كده هنا الوزن على الارض الوزن على الارض بيساوي الوزن على القمر وهنا ستة هنا علامة فيه وهنا على انا عايز الوزن على مين دلوقتي عايز الوزن على القمر يبقى الوزن على القمر بخبيها يتفضل الوزن على الارض هقسمه على ستة يبقى 60 فعشر على 6 هتديني 100 نيوتن يبقى هنا لو هو عايز الوزن على الأرض هيبقى 60 فعشرة عايز الوزن على القمر يبقى 60 فعشر على 6 تديني 100 نيوتن نهاية التدريج في الترمومتر المئوي هو نوعة درجة مئوية 42 مئة 3500 طبعا عندنا هي 100 درجة مئوية ممكن يجي لي يقول لي أكمل بقى في نقطة هنا يقول لي إيه أعلى درجة حرارة في الترمومتر المئوي تمثل أعلى درجة اللي هي المية بتمثل إيه عندنا درجة غليان الماء أقل درجة حرارة في الترمومتر المئوي بتمثل إيه عندنا اللي هو الصفر بيمثل درجة انصهار السلج أو درجة تجمد الماء جزيء غاز الأوزون يرمز له بالرمز O4 O3 O2 طبعا عندنا O2 اللي هو الأكسوجين يبقى O3 هو غاز الأوزون وبيكون من 3 زرات أكسوجين وبيكون طبقة الوزون اللي بتحمينا فيه من الاشعة فوق البنفسجية الضر يعوض النقص فيه اكسوجين الهواء الجوي عن طريق عملية التنفس ولا البناء الضوئي ولا التغذية طبعا الاكسوجين النقص اللي احنا بنستهلكه فيه عملية التنفس والاحتراق بيعوض بعملية البناء الضوئي مكتشف غاز النيتروجين هو العالم دانيال رازر فورد المفصل موضع اتصال طرفي عزمتين مع بعض ترتبط العضلات بالعزام بواسطة الاوطار وانه هي عبارة عن اربطة طويلة تربط العضلات بالعزام السطح الخارجي للنصفين الكرويين رمادي اللون ويسمى بيه بنقول عليه الكشرة المخية وانه بيكسر بها السنايات والتلافيف تتميز الخلايا العضلية بقدرتها على الانقباض والانبساط وقلنا ان العضلات هي المحرك الاساسي للجسم ممكن يقول لعلي لم ياتي تعتبر العضلات هي المحرك الاساسي للجسم ايه السبب عندنا؟ لانها تولد القوة الميكانيكية والحركة للجسم يبقى القوة بتاعتك اللي بتحرك جسمك ناشأ منين جاية من العضلات لان لها القدرة على الانقباض والانبساط مفاصل الجنجمة طبعا عندنا نحة عديمة الحركة لانها لا تسمح باي حركة سؤال الرابع عندنا وهو اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية مقدار ما يحتويه الجسم المادة يبقى المصطلح ده عندنا هو الكتلة وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبا كتلة لتر من الماء يبقى عندنا ده الكيلو جرام لو قال لكتلة ماشبك الورق يبقى يقول له الجرام السائل المفضل استخدامه في صناعة الترمومترات يبقى السائل هنا هو الزئبق طب لو قال للسائل الذي يستخدم في تطهير الترمومتر الطبي يبقى عندنا الكحول الاسيلي لهب يستخدم في صهر ولحامل معادن وتصل حرارته 3500 درجة معوية هو لهب الاكسي اسيتيلين وده بنحصل عليه من خلق الاكسوجين مع غاز الاسيتيلين غاز زيادة نسبته في الهواء الجوي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري هذا الغاز هو غاز ساني اكسيد الكربون اللي بنرمزلو بي سي او تو عضو يتكون من مادة رماضية على شكل حرف اتش تحيط بها مادة بيضاء يبقى ده الحبل الشوكي توجب بين فقرات العمود الفقري او الفقاري وتمنع احتكاكها ببعض اثناء الحركة طبعا الموجودة عندنا بين فقرات العمود الفقري هي الغضاريف عضلات نستطيع تحريكها بارادتنا اقدر اتحكم فيها وحركها بارادتي بنسميها عضلات ارادية السؤال الرابع ايضا الياف تربط بين النصفين الكرويين ومسؤولة عن الاتصالات بينهما ومعانا ابننا سعيب من الدهلية ساموا عليكم يا سعيد ايه ازاك يا حبيبي عامل ايه انا عارف ان انتو عندكو بكرة امتحان على لغة عربية مش علوم صح ايه اه طيب تمام بتتبعنا يعني انت خلصت مذاكرة العربي؟ اه. ضيب ماشي يا حبيبي هتجاوم على الاسئلة ولا انت عندك سؤال؟ عايش اجاوم. طيب سؤالنا بيقول اكتب المصطلح العلمي. الياف تربط بين النصفين الكرويين ومسؤولة عن الاتصالات بينهما. اه الياف تربط بين النصفين الكرويين ومسؤولة عن الاتصالات بينهما. اسمها ايه بنقول عليها ايه ديات يا سعيد? اه. ها. الياف عصبية. الياف ايه? عصبية. عصبية. طيب. الياف العصبية قلنا بتربط بين النصفين الكرويين عشان توصل بينهم. مقدرة الكائن الحي على تغيير مكانه في الوسط الذي يعيش فيه. مقدرة الكائن الحي الذي على تغيير مكانة اه. ده مصطلح ايه يا سعيد? المصطلح العالمي. طيب المصطلح ده اسمه ايه? بنقول عليه ايه? بنسميه ايه? اه اه خليها اه الحركة. الحركة. ده اي يا سعيد? ده الحركة يا سعيد. اه عندك انت اي سؤال يا سعيد? لا. شكرا يا حبيب بنشكرك. ربنا يوفيك بقى بكرة في اللغة العربية. احنا طبعا بنشكرك ان انت يعني سايب العربي واقعد تتابع اه حالة العلوم. قوة جذب الارض للجسم المصطلح العلمي عندنا هو الوزن. مواد لا تسمح بمرور الحرارة من خلالها يبقى بنقول عليها اه خلي بالك من حرف لا. لان هنا بتختلف. لأولي تسمح غير لا تسمح. مواد لا تسمح. يبقى بنقول عليها مواد رضيئة التوصيل للحرارة. مؤشر. يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة او برودة الجسم. بنقول عليه درجة الحرارة. مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون ان تتغير. قلنا ده بنقول عليها العامل المساعد. اللي بيزود من سرعة التفاعل لكنه لا يحدث له اي تغير. محلول يستخدم في الكشف عن غاز سانيكسيد الكربون. طبعا خدناه من سنة رابعة. بنكشف عن غاز سانيكسيد الكربون باستخدام ما يسمى ماء الجير الرائق. طب افرق بقى ازميلك التاني كتب اجابة تانية برضو هتبقى صح. اللي هو لو كتب الاسم العلمي ليه اللي هو هايدروكسيد الكالسيوم. استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. وطبعا عندنا هذه الاستجابة بنقول عليها الفعل المنعكس. والمسؤول عنها الحبل الشوكي. معنا اتصال امام من الاليوبية. سلام عليكم يا ايمان. حالكم السلام. اخبارك ايه? خيط. هتيمتحنه امتى? بكرة. يا عربي برضو? لا. علوم بكرة. طب كويس يعني مع القاهرة ها. اه. عندك اي سؤال? لا عايزة. طيب سؤالنا بيقول اكتب المصطلح العلمي يا ايمان. عربطة طويلة تربط العظام بالعضلات? العظام بالعضلات? الاوطار. الاوطار تمام. يصل المخ بالحبل الشوكي كما انه مسؤول عن عمليات اللا ارادية? اه اه. هم? اه اه اه. اه 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 نخاع المصطلح. جميل. يعني حتى لو ما عارévتش حتت ان هو بيصل المخ بالحبل الشوكي اشوف من المسؤول عن العمليات اللا ارادية. هيظهر لي هو النخاع المصطلح. فيتامين يقي الجسمية او يحمي الجسم من الاصابة بمرض لين العزام والكساح يا ايمان يبقى فيتامين لا فيتامين دال احنا عندنا في الجهاز الحركي قلنا الاكل بتاعي لازم يكون فيه عنصرين اتنين كالسيا موفسفور ومعه فيتامين دال اللي بيحمينا من مرض الكساح ولين العزام طبقة في الغلاف الجوي تحمل كائنات الحية من اخطار الاشعة فوق البنفسجية الضرة القادمة من الشمس طبقة الاوزون طبقة الاوزون شكرا يا ايمان بنشكرك يبقى عندنا طبقة الاوزون سؤال الخامس اذكر وظيفة او استخداما واحدا لكل مما يليه عايز حاجة واحدة بس ما تجيش تقول له بقى خمسة ستة لا يعني ما تجيش يجي يقول لي استخدام الزئبك ما تجيش بقى تقول لي بس تخدمه في صناعة الترمومترات لانه واحد اتنين لا هو عايز فايدة واحدة او استخدام النصفين الكرويين لها ثلاث فوائد عايز فايدة واحدة فهنا الميزان الحساس ايه وظيفته تعيين الكتل الصغيرة واحد تاني يقول لي تعيين كتل المشغولات الزهبية تمام واحد يقول لي تعيين كتل تركيبات الادوية صح الدول اللي بتركب لازم بيكون طبعا بكمية ضئيلة جدا فبستخدم الميزان الحساس الترمومتر المقوي استخدامه ايه طبعا ولو استخدام قياس درجة حرارة السوائل طبقة الاوزون لسايلنا حماية الارض من الاشعة فوق البنفسجية الدرة القادمة من الشمس الطرفين العلويين هو عايز وظيفة واحدة احنا هنا كتبنا تلات وظيف لكن هو عايز وظيفة واحدة هتختار اي واحدة من التلاتة عندنا احنا هنا بنحاول نظهر لك الاجابات كلها وانت هتختار في الامتحان اجابة واحدة تناول الطعام والشراب الكتابة الامساك بالاشياء عندنا الاوطار وظيفتها ربط العضلات بالعظام ومعانا داليا من اسوان طيب تمام نبدأ نشوف عندنا عندك اي سؤال انت او استفسار اه اكتب وظيفة لما يأتي نعلي صوتنا بس يا داليا وظيفة العضلات اول وظيفة المين العضلات العضلات عندنا لسه بنقول العضلات بتولد ايه يا داليا ها تولد القوة الميكانيكية والحركة للجسم ماشي يا داليا يبقى وظيفة العضلات بتولد القوة الميكانيكية والحركة للجسم سؤال تاني لا شكرا شكرا يا داليا بنشكرك يبقى العضلات عندنا السؤال حتى موجود على الشاشة يا داليا لو بصيت كده العضلات وظيفتها توليد القوة الميكانيكية والحركة للجسم أو الحركية للجسم الجمجمة وظيفتها حماية المخ والعينين وباقي أعضاء الرأس المفاصل تسمح بحركة الجسم أو أجزاء منه غاز سانوكسيد الكربون طبعا لو استخدامات متعددة هو عايز استخدام واحد ممكن أولا استخدم في إطفاء الحركة أو يستخدم في صناعة السلج الجاف أو يستخدم في حفظ في عندنا حفظ الأغزية عن طريق السلج الجاف أو يدخل في عملية البناء الضوء أو صناعة المياه الغازية بعيز إجابة واحدة سانوكسيد المنجنيز وظيفته أن يعمل كعامل مساعد عند تحضير غاز الأكسوجين الأعصاب عندنا طبعا في نوعين أعصاب حسية وأعصاب حركية فبنقول بتنقل الرسائل العصبية مش هحد بقى نوحها من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والحبل الشوكي والعكس الزيبك بيدخل في صناعة الترمومترات سواء كان طبي أو ماوي الميزان الزنبوركي له وظيفة واحدة وهي تعيين وزن الأجسام النصفين الكارويين لها ثلاث وظيف هتقول أي وظيفة منهم التحكم في الحركات الإرادية أو عندنا يحتوي على مراكز التفكير والتذكر أو يحتوي على مراكز استقبال الحواس الخمسة المخيخ بيقول لي هنا آه ده سؤال جديد بقى خلي بالك معايا بيقول حدد موقع كل مما يليه مكانه فين في جسمك هنا طبعا المخيخ موجود فين في جسمي بقول له أسفل النصفين الكارويين من الجهة الخلفية للمخ الغضريف مكانها فين توجب بين فقرات العمود الفقاري المفاصل عديمة الحركة موجودة فين بين عظام الجمجمة العصاب المخية فين مكانها بقول له تخرج من المخ طبقة الأزون موجودة في الغلاف الجوي مراكز التفكير والتذكر قلنا موجودة فين في النصفين الكارويين بالمخ التفرعات الشجيرية مكانها فين بتمتد من جسم الخلية العصبية المفاصل هنا موجودة فين بين طرفي عظمتين ومعانا منا من القاهرة السلام عليكم يا منا وعليكم مساء وحمد الله وبركاته مستعدة الامتحان بكرة اه مستعدة ان شاء الله بإذن الله عندك السفسار ولا حاجة لا ما عندي السئلة ما عايزة تسقل عايزة تسقل طيب حدد موقع كل من مكان الحاجة دي فين يا منا الأوطار موجودة فين الأوطار موجودة بين العزام والعضلات أيوة موجودة بين العضلات والعزام الحبل الشوكي مكانه فين في الجسم الحبل الشوكي موجود في العمود الفقر في قناة داخل تجويف العمود الفقر أو داخل فقرات العمود الفقري عندنا البكتيريا العقادية موجودة فين دي يا منا البكتيريا العقادية دي موجودة على فين يا منا جزور النباتات جزور النباتات البوكولية البوكولية زي الفول والبرسيم والبسلة وأن عندنا أن أثناء حدوث البرقة عندنا طبعا بيتحد الأكسوجين مع النيتروجين ويكون أكاسيد النيتروجين اللي بتمتصها النباتات البوكولية شكرا يا منا بنشكرك نيجي بقى عندنا للمسائل وطبعا عندنا مسألة ممكن تيجي في القتلة والوزن هناخد كم فكرة كده عندنا أول فكرة عندنا بيقول لي جسم قتلته 60 كيلو جرام على سطح الأرض احسب عايز كتلته على سطح القمر وزنه على سطح الأرض وزنه على سطح القمر يبقى أول حاجة قرأت المسألة عرفت أنه هو مطلوب مني 3 حاجات عايز كتلته على سطح القمر يبقى أول حاجة عندنا بقول له الكتلة على سطح القمر هتساوي 60 كيلو جرام هي نفس الرقم اللي موجود فوق هاخده أعمل منه نسخة تحت وحطه تحت ليه؟ لأن احنا قلنا الكتلة دي اسمك مهما تروح في أي بلد اسمك سابت فالكتلة على الأرض هي نفسها الكتلة على القمر نيجي بقى عايز الوزن على سطح الأرض طبعا زمانينا بيقول له 60 في 10 ديني 600 نيوتن هقول له لا غلط كده انت نقصت درجة ليه؟ لأن المسألة عندي عشان أحلها محتاج إلى القانون اللي أحل بيه المسألة فهنا نشوف إزاي هتتحل الفقرة به بقول له الوزن على الأرض بيساوي الكتلة بالكيلو جرام مضروبة فيه 10 هتساوي كتلة 60 هضربها في 10 هتساوي 600 نيوتن يبقى الكتلة بالكيلو جرام في 10 هتساوي 60 في 10 بتساوي 600 نيوتن ده الوزن على الأرض طب لو أنا عايز الوزن على القمر هيساوي وزن على الأرض مقسوم على 6 يبقى الوزن على الأرض 600 اللي احنا طلعناها فوق وطالما انت طلعت الناتج بالألة الحاسبة سيب الناتج زي ما هو لأنك هترجع تقسيمه تاني على 6 فما تمسحشي وتعفل الألة زي بعض زي ما يلكوا كده يجيز في الألة أو يمسح الرقم سيب الرقم لأن انت هتستخدمه تاني هيوفر معك الوقت يبقى 606 هتساوي 100 نيوتن الفكرة التانية عندنا جسم وزنه 30 نيوتن على سطح القمر احسب وزنه على سطح الأرض وكتلته على سطح الأرض يبقى هنا الجسم وزنه 30 نيوتن يبقى الوزن عندي 30 إيه؟ 30 نيوتن طيب أنا عشان أجيب الداني الوزن دلوقتي وعايز الكتلة القانون بتاعنا لو نفتكر كده احنا كنا القانون بنقول ايه عندنا عشان نحطه القانون عندنا بنقول إن الكتلة لو الداني الوزن وعايز الكتلة بأس معلع عشرة يبقى هنا القانون بتاعي يعني نحاول ناخد القانون الاثنين انا هكبر القانون اولان كده بحيث ناخده بالشكل ده هنا الوزن بالنيوتن طبعا المسلس ده لو انا شغال على مين على الارض عشان نفهم برضه بيساوي بيساوي ايه عندنا قال لي بيساوي الكتلة بالكيلو جرام مضروبة في كام في عشرة هنا دي علامة على وهنا هاخد علامة فيه الحاجة اللي مطلوبة مني دايما بتخبيها بايدك هو هنا عايز ايه عايز ادان الجسم وزنه 30 نيوتن على القمر احسب وزنه على الارض وكتلته على سطح القمر لو عايز الكتلة بخبي الكتلة يبقى الوزن بالنيوتن على عشرة طب لو عايز الوزن الوزن بالنيوتن بيساوي الكتلة بالكيلو جرام في عشرة ده القانون الاولاني اللي انا بعين منه الوزن والايه والكتلة على الارض القانون التاني بياخد العلاقة ما بين الارض والقمر احنا اتفقنا مع بعض ان الارض الجاذبية بتاعت الارض بتعادل ستة امثال الجاذبية على القمر يبقى هنا عندنا فوق الوزن على الارض بيساوي الوزن على القمر وهنا كام ستة عندنا طبعا هنا فيه علامة فيه وهنا على لو انا عايز الوزن على القمر بجيب وزن على الارض واقسمه على ستة لان جاذبية القمر ستس جاذبية الارض او الوزن على القمر ستس الوزن على الارض فبدلا بقول بضرب في ستس لا بقسم على ستة هي ايا طب هو اداني الوزن على القمر انا عايز الوزن على الارض يبقى الوزن على الارض بتاعي بيساوي وزن على القمر هضربه في كام؟ في ستة ليه؟ لان العلاقة ما بين القمر والارض ان الارض قد القمر ستة اضعاف فالوزن اللي على الكمر عشان يجيب وزن على الأرض هضرب في 6 يبقى إذن أول نقطة عندنا بقوله الوزن على الأرض بيساوي الوزن على الكمر مضروبة في 6 يعني هتساوي 30 في 6 بتساوي 180 نيوتن طبعا في رقم عندنا هنا بيظهر نشيله خالص يبقى عندنا الوزن 30 نيوتن هضربه في 6 بتساوي 180 نيوتن طبعا دلوقتي جبت الوزن بتاعي على الأرض أنا عايز الكتلة هعمل إيه هرجع للقانون الأولاني عندنا اللي كان بيقول لي الوزن بالنيوتن بيساوي الكتلة بالكيلو جرام في 10 أنا عايز الكتلة خب الكتلة يبقى يبقى عندي الوزن بالنيوتن على 10 يبقى 180 على 10 الصفرة هيروح مع الصفرة هيبقى 18 كيلو جرام يبقى هنا من خلال الوزن أنا قدرت أوصل لوزن على الأرض وقدرت أوصل للكتلة هنا عكس المسألة فخلي بالي الوزن بتاعهم ما بيديه لإيه القانون اللي اتنين دول عندنا هم مفتاح حل الأسئلة وأي مسألة تيجي دايما لازم تكتب القانون لأن القانون عليه درجة وأيضا الناتج عليه درجة والتمييز النهائي عليه درجة يبقى ما يجيش أقول للكتلة وأقول له 18 نيوتن غلط أو أقول له الوزن 180 كيلو جرام طبعا غلط خلي بالك من النقطة دي السؤال السابع عندنا علل ما يلي وجود اختناق بالترمومتر الطبي طبعا يمنع رجوع الزبك إلى المستودع فنتمكن من قراءة درجة الحرارة بدقة اتنين علل ما يلي زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجو يبقى ليه بسبب زيادة كميات الوقود المحترك في المنشآت الصناعية ووسائل المواصلات السبب التاني قطع أشجار الغيابات وتناقص المساحات الخضرات ومعنا اسراء من البحيرة السلام عليكم يا اسراء السلام عليكم ازايك عامل ايه اخبارك ايه الحمد لله اه امتحاني العلوم امتا امتحاني العلوم يوم الآربة يوم الثلاثة يلا ربنا عينكم ولا عندك بكرة ايه اه انا عندي اول يوم اللي هو بعد بكرة طيب تمام عندك اي استفسار في سؤال عندك اه انا عندي ايه لو عايزة السئل اتفضل لي سؤالك ايه اه عن غاز النيتروجين ماشي اتفضل غاز النيتروجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ولا لا يساعد على الاشتعال بس لا بصي بقى غاز النيتروجين عندنا اللي هو بنرمز له بالرمز انتو عارفة اه بنقول عليه الازوت ماشي ومعنى الازوت يعني عديم الحياة ماشي كده يا اسراء معايا اسراء او مع حضرت غاز النيتروجين له تلاتة لاه بياخد كام له تلاتة لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ولا يدخل في عملية التنفس شفت بقى الثلاتة ازاي لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ولا يدخل في عملية التنفس ومن هنا بنسميه الازوت او عديم الحياة الوردوز عندنا غاز النيتروجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال اما غاز الاكسوجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال معايا اسراء محضرت مم فهمت النقطة دي فهمت طيب في حاجة تانية عندك شكرا يا اسراء يمرر الهواء الجوي على محلول هيدروكسيد السوديوم المركز عند تحضير غاز النيتروجين في المعمل يبقى سبب للتخلص من غاز ثاني اكسيد الكربون او الامتصاص ثاني اكسيد الكربون من الهواء الجوي علل مفصل الكوع من المفاصل محدودة الحركة اي مفصل يقول لي من مفاصل محدودة الحركة لان هم اتنين عندنا الكوع او المرفق والرجبة او لانه يتحرك فيه اتجاه واحد فقط اصابة النخاء المستطيل تؤدي الى الوفاء ايه السبب؟ لانه يتحكم في العمليات اللائراضية مثل ضربات القلب وحركة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي علل لما يأتي تصنع النوافذ في البلدان الباردة من لوحين زجاج بينهما مسافة او بينهما هواء ليه؟ لان الهواء رضيء التوصيل للحرارة مما يعمل على احتفاظ المنزل بحرارته وعدم تصربها للخارج فيشعروا بالدفع علل فظل نسبة الاكسوجين سابتة في الغلاف الجوي هنقول السبب لقيام النباب بعملية البناء الضوء وتعويض ما يستهلك منه يحترق سلك تنظيف الاواني المصنوع من الحديد بينما لا يحترق مصمار الحديد ايه السبب؟ لان السطح الخارجي للسلك كبير مما يساعد على تفاعله مع الاكسوجين وقلنا ان كتلة المواد بتزيد بعد اتحادها مع غاز الاكسوجين لطبقة الاوزون اهمية كبيرة في استمرار الحياة على سطح الارض السبب لانها تمتص الاشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس وتحمين من اخطارها برضو عندنا في مصطلع علم كده بيقول لي ايه زرات دقيقة من الغبار والاتربة والدخان والغازات المتصاعدة وتوجد في الهواء الجوي دي بنقول عليها الاكسام العالقة وان بتعتبر من ملوسات الهواء الجوي ولكنها تفيد في تكسب بخار الماء وسقوط الامطار وقلنا عشان كده دايما سايف ما بنلاقي السحابة كده غيمت ولونها سود نعرف ان الجو هيمطر لان في الحالة دي بيكون اتحاد الغازات والدخان والغبار والاتربة مع بخار الماء يتعكر ماء الجير الرائق عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون فيه ايه السبب؟ لتكون كربونات الكالسام البيضاء التي لا تزوب في الماء علل تضاف الخميرة الى العجين عند صناعة الخبز حتى يختمر العجين ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يتمدد بفعل الحرارة مما يجعل الخبز مساميا مستساغ او مقبول الطعم علل وجود غضاريب بين فقرات العمود الفقاري يبقى ليه حتى لا تتآكل نتيجة احتكاكها ببعضها او لحماية فقرات العمود الفقاري من الاحتكاك والتآكل يقع المخ داخل الجمجمة اما الحبل الشوكي فيقع داخل عندنا بالنسبة بيقع داخل مين العمود الفقاري يبقى هنا لو قلنا ده العمود الفقاري بيقع داخله مين الحبل الشوكي وليه المخ موجود جوه الجمجمة يبقى ايه السبب عندنا لتوفير الحماية لكل منهما يبقى السبب عندنا لتوفير الحماية لكل منهما يستخدم غاز النيتروجين حديثا في ملء إطارات السيارات والطائرات يبقى إيه السبب؟ بسبب السبات النسبي لحجمه مع تغير درجات الحرارة طيب مش قادر أقول الكلام هقول لي لأن حجمه يظل سابتا مع تغير درجات الحرارة يستخدم غاز النيتروجين في أجواء خزانات السوائل القابلة للانفجار إيه السبب؟ لأنه لا يساعد على الاشتعال فيعمل كمادة غير نشطة ماذا يحدث عنده؟ ده نوعية جديدة من الأسئلة زيادة كتلة الجسم بالنسبة للوزن إيه اللي يحصل لو زادت الكتلة بالنسبة للوزن؟ بيزداد الوزن بزيادة الكتلة وضع قطرات من محلول فوق أكسيد الهايدروجين فوق قليل من مسحوق ثاني أكسيد المنجنيز بينحل فوق أكسيد الهايدروجين إلى ماء وأكسوجين ويبقى ثاني أكسيد المنجنيز كما هو دون تغير أو دون تأثر إضافة الخميلة للعجين أثناء صناعة الخبز ثم وضعه في الفرن بيزداد حجم العجين ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون وعند وضعه في الفرن يتمدد غاز ثاني أكسيد الكربون مما يجعل أو يعمل على انتفاخ الرغيف فيجعل الخبز مساميا مستساق الطعم ماذا يحدث عمدة؟ تطهير الترمومتر الطبي بوضعه في ماء يغلي هيتمدد الزئبك داخل الترمومتر ثم ينكسر ادخال شريط ماغنيسيوم مشتعل داخل مخبار مملوء بغاز النيتروجين ثم إضافة قليل من الماء إلى الناتج هيتكون مسحوق أبيض وعند إضافة الماء يتصاعد غاز النشادر زر رائحة النفازة إهمال الآباء في تطعيم أبنائهم ضد مرض شلل الأطفال هيصاب الطفل لقدر الله بمرض شلل الأطفال ويحرمه من الحركة طبعا مش هيقدر يتحرك إشعال شريط ماغنيسيوم في مخبار مملوء بغاز ثاني أكسيد الكربون ومعانا ابننا محمد من القاهرة السلام عليكم يا محمد عليكم السلام زيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله جاهز للمتحان بكرة إن شاء الله؟ اه إن شاء الله عندك أي استفسار يا حبيبي؟ اه أنا عايز أعرف بس المادة الداخلية للمخ وكلما ايه والمادة الخارجية للمخ برضو كنون ايه طيب بص يا محمد عشان أقرن كده احنا عندنا حكتين عندنا المخ وعندنا الحبل الشوكي ماشي يا محمد؟ ماشي عندي مادتين خارجية وعندي مادة ايه؟ داخلية في المخ المادة الخارجية لونها رماضي يبقى في الخارجية؟ رماضي في المخ طب في حبل الشوكي؟ بيضاء بيضاء طيب المادة عندنا بالنسبة ليه؟ المادة الداخلية في المخ مادة؟ الداخلية بيضاء في المخ ماشي؟ يبقى هنا تخلي بالك دول عكس بعض وفي الحبل الشوكي المادة الداخلية مادة؟ رماضي وعلى شكل حرفي يا محمد اتش اتش يا حبيب ماشي يا محمد؟ ايه استفسار تانية يا حبيبي؟ لا شكرا شكرا يا حبيبي يبقى عند ادخال شريط ماغنسيوم في مخبار مملوء بغاز ثاني اكسيد الكربون ايه اللي هيحصل عندنا هنا؟ يستمر شريط الماغنسيوم فيه الاشتعال ويتحول الى مسحوق ابيض من اكسيد الماغنسيوم ويترسب عنصر الكربون الاسود على جدار المخبار ثاني الزراع عند ثاني الزراع اتنى ذراعك وشوف ايه اللي هيحصل عند عضلتين واحدة امامية واحدة خلفية يبقى تنقبض العضلة الامامية وتنبسط العضلة الخلفية فيقترب الساعب من العضد او اقول يقترب الزراع من الكتف نيجي لسؤال الرسمة عندنا طبعا سؤال الرسمة عندنا بيجي بالشكل ده بيجيب لرسمة عليها بيانات واللي تعرف على الجهاز المبين امامك بالرسم الرسم ده بيمثل ايه ابص على الترمومتر كده بلاقي التدريج بتاعي 35-42 وفيه اختناق وعندي درجة حرارة 37 يبقى ده بيمثل الترمومتر الطبي البيانات على الرسم ده مستودع الزيبق ده الاختناق انبوبة زجاجية سميكة من بره انبوبة شعرية ايه استخدامات الترمومتر ده طبعا 1000 ترمومتر الطبي بيستخدم في قياس درجة حرارة جسم الانسان نيجي للجهاز ده عندنا الجهاز ده عندنا بيمثل ايه عندي ادادورة وادم اخبار مفيش عندي مية خالص يبقى اذا عندي الغاز الوحيد اللي بحضره بدون وجود المية عندنا بيكون غاز ساني اكسيد الكربون طبعا السائل اللي هنا قلنا بحضره من حمض هايدروكلوريك المخفف ده صنبور بيبقى تحت عندي مادة كربونات الكالسيوم ويستصاعد غاز ساني اكسيد الكربون وهنا بيخرج من المخبار الهواء يبقى حمض الهدروكلوريك مخفف صنبور مسحوق كربونات الكالسيوم غاز ساني اكسيد الكربون لو جاب لي حاجة خارجة من المخبار هنا يبقى ده الهواء الجول طبعا عندنا ممكن يجي يقول لي طريق الجمع الغاز الغاز ده بجمعه ازاي؟ هقول له بيجمع بازاحة الهواء لأعلى استخدامين للغاز بيستخدم فيه ممكن اقول اطفاء الحرائق او بيستخدم فيه صناعة المياه الغازية الجهاز اللي عندي بالشكل ده عنده حوط ومخبار اهو وعندي دورة وطلع انبوبة بالشكل ده ده جهاز تحضير غاز الاكسوجين وهنا بنحضره من تفكك محلول فوق اكسيد الهايدروجين الى ماء واكسوجين في وجود ثاني اكسيد المنجنيز بيتصاعد غاز الاكسوجين وهنا بجمع الغاز بازاحة الماء لأسفل لانه شحيح الزوبان الجهاز اللي بالشكل عندنا ده ده جهاز تحضير غاز النايتروجين ده الهواء الجوي المحلول الاولاني محلول هيدروكسيد السوديوم المركز بيمتص غاز ثانيكسي الكربون النحاس المسخن بيتفاعل مع الاكسوجين يجمع غاز النايتروجين بازاحة الماء لأسفل لانه ايضا شحيح الزوبان في الماء ده ازاي بنحضر او بنحصل على رسمة اللي عندنا بالنسبة لي الخلية العصبية طبعا عندنا النواة جسم الخلية الجزء ده لغاية هنا ده جسم الخلية النواة السيتوبلازم الغشاء البلازمي التفرعات الشجيرية محور الخلية وطبعا بيغلب بطبقة دهنية وفي النهاية التفرعات الانتهائية الطرفين العلويين والطرفين السفليين ده عزمة العدد عزمة الساعد عزام اليد عزمة الفخز عزمة الساق عزام القدم ده بالنسبة للأسئلة طبعا عندنا بيقول لي جهاز مسؤول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة الجسم طبعا عندنا ده الجهاز العصبي جهاز يستخدم لقياس كتلة الجسم الميزان زو كفتين مواد تسمح بمرور الحرارة يبقى مواد جيدة التوصيل للحرارة عضو مسؤول عن الأفعال المنعاكسة هو الحبل الشوكي أداة تستخدم في تعيين الوزن عندنا الميزان الزنبوركي غاز يدخل في عملية البناء الضوئي يبقى ده غاز ساني أكسيد الكربون لو قال لغاز ينتج يبقى غاز الأكسوجين هو الذي ينتج من عملية البناء الضوئي استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤسرات المختلفة الفعل المنعاكس مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يبقى الكتلة مركز التحكم الرئيسي في الجسم هو المخ أداة تستخدم في قياس درجة حرارة جسم الإنسان أو الجسم يبقى الترمومتر الطبي عندنا مقدار ما يحتويه الجسم من مادة هي الكتلة أدوات تستخدم في قياس درجة الحرارة بنقول عليها الترمومترات أبنائي وبناتي طبعا إحنا نعتبر وصلنا إلى نهاية حلقتنا كل اللي أنا بقول لكم عليه إن إحنا النهاردة نهدى نذاكر ننام بدري إن شاء الله الامتحان بكرة سهل وبسيط جدا لأن أنت ذكرت عملت اللي عليك عمر ربنا ما هيضيع مجهودك أبدا لكن ما تتسرعش في الإجابة ما تحاولش أن أنت تشخبط في الورقة حاول إجابتك على قد السؤال اقرأ السؤال مرة واثنين معك ساعة ونص للامتحان وربنا يوفقكم ونلتقي في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته